عبقرية العدس البني العدس البني مش لازم يكون في الكشري وبس زي ما كلنا بنعم ممكن جداً التعامل معاه كبديل أو تنويع عن استخدامنا للرز والمكارونات لكن العدس البني برضو لازم نبقى عارفين إنه بتماس بخصائص هيلة أكتر بكتير من الرز والمكارون العدس غاني جداً جداً بالألياف القابلة للزوابان يعني بيحافظ على طبيعية حركة الأمعاء وبينشط البكتيريا النفعة وبيخلينا نستفيد من المية اللي بنشربها العدس بيقلل الكوليستيرول السيء وبيرفع الكويس العدس بيقلل امتصاص السكر في الأمعاء علشان كده هو غزاء مثالي لمرضى السكر العدس كمان مصدر كويس جداً للسعرات الحرارية بدون زيادة كبيرة في الوزن لإنه كل 100 جرام فيهم 116 سعر حراري بس العدس كمان غني بالبروتينات وغني بالكربوهايدريت المفاجأة إنه تقريباً العدس لا يحتوي على الدهور كل 100 جرام فيهم 3 من 10 جرام دهور العدس كمان بيحتوي على عناصر مهمة جداً تانية زي إيه؟ زي إن كل 100 جرام منه مثلاً بيغطوا 45% من احتياجنا اليومي من الفوليك أسد و36% من احتياجنا اليومي للحديد يعني العدس البني ده مهم جداً للحوامل وللأطفال الأطفال اللي بيعانوا من قنيميا نقص الحديد مثلاً ها خلصت كده فوية العدس البني؟ لا لسه كل 100 جرام من العدس البني بيغطي 70% من احتياجنا اليومي من المغنيسيوم والمغنيسيوم ده ضروري جداً جداً لكفاءة القلب وحرق الدهور وحرق الكربوهايدريت ونشاط المخ وكمان كل 100 جرام من العدس بيغطوا 28% من احتياجنا اليومي للفوسفور والفوسفور ده مهم جداً وأخيراً كل 100 جرام من العدس برضو فيهم 127% من احتياجنا اليومي من فيتامين بي 6 وفيتامين بي 6 يعني النقلات العصبية في المخ يعني تكوين خلايا الدم الحمرة يعني الأجسام المضادة يعني استخراج الطاقة من البروتينات بس خلوا بالكم زيادة العطس زيادة أكله يعني ممكن يعمل إمساك أو انتفاك